السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في قناة مي ميب في محاضرة جديدة في جزء جديد وهو جزء مكافحة الحريق لهو الفايرفايتين إن شاء الله هنقدم النهاردة محتوى كورس الفايرفايتين وزي ما وعدناكم أنه كل أسبوع هيكون في محاضرة عن الفايرفايتين بنشكركم جميعا على تشجيعكم وطبعا بتشجيع حضراتكم هنستمر بيارات تضغطوا لايك وتشاركوا المحتوى عشان الجميع يستفيد ولو أول مرة تشرفنا في القناة اضغط سابسكرايب وفعل الجرس عشان كل محاضرة في الكورس يوصلك اشعار بيها يلا بينا نشوف المحتوى أول حاجة هنقولها في كورس الفايرفايتينج هو شرح الأنظمة المختلفة لمكافحة الحريق وأول حاجة في الأنظمة اللي هو أنظمة الإطفاء اليدوية وأماكن تواجدها وكيفية توزيحها بطريقة صحيحة داخل المبنى تاني حاجة هنشرحها في الأنظمة اللي هو الأنظمة الأوتوماتيك اللي هي نظام الرشاشات الإسبرينكا تالت حاجة هنقولها في شرح الأنظمة هنتعرف على الشروط والمواصفات اللازمة لكل نظام رابع حاجة هنقولها في شرح الأنظمة شرح نظام الـ F-M200 خامس حاجة شرح نظام سادس حاجة شرح نظام الفوم اللي هي بتبقى نستخدم مادة زي الرغاوة بتاعة الصابون كده سابع حاجة هنقولها هنتعرف على بعض الأنظمة الغير شائعة الاستخدام تامن حاجة هنشرح العوامل التي يتوقف عليها اختيار أي نظام من الأنظمة السابقة تاسح حاجة هنشرح كيفية استجدام الأكواد في كل نظام من الأنظمة السابقة عاشر حاجة هنقولها أنواع الطفيات والنظام اليدوي الأوتوماتيك الخاص بهم الحداشر أنواع الرشاشات وطرق تركيب واستجدام كل منه تاني حاجة هنشرحها في الكورس هي الحسابات الحيدروليكية وعندنا طريقتين في حساب الكيو والهيد للمضخة وهنشرح الطريقة المانول وهنشرح الطريقة هنشرح إزاي نعمل حسابات حيدروليكية على برنامج الإلت ثالث حاجة هنقولها في الكورس بتاعنا هي مضخات الحريق هنشرح أنواع مضخات الحريق وهنشرح الشروط اللازم توفرها في مضخات الحريق تبقى للكود الفبي تالت حاجة هنعمل سليكشن تبقى للهيد والفلوريت اللي طالع عندي من الحسابات الحيدروليكية رابح حاجة هنشرح الكيرف بتاع المضخة وهنعمل مقارنة بين أكتر من مضخة بيحققولي الهيد والفلوريت واختار أفضلهما رابح حاجة هنقولها في الكورس بتاعنا هي تصميم أنظمة مقافحة الحريق هنعمل تصميم لنظام الإوتوماتيك باستجدام الكود اللي هو الكود الأمريكي اللي إن FBA على برنامج الإوتوكاد والريفت التصميم ده هنعمله مرة على الكاد ومرة على البحرير ثالث حاجة هنشرحها في تصميم الإنظمة هو تصميم شبكة سناليق الحريق على الإوتوكاد والريفت تالت حاجة هنشرحها في برضو تصميم النظمة مقافحة الحريق هو تصميم غرفة المضخات وشرح كل جزء على الإوتوكاد والريفت رابع حاجة هنتعرف على عسكري الحريق وتصنيفاته خامس حاجة هنعمل حصر كميات على الكاد والرب وطبعا بنشكر حضراتكم معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته